ايه التغيرات اللي بتحصل في جسم المرأة في سن الاربعين التغيرات بتحصل في سن المرأة هي بتحصل من ساعة الهيئة الولادة من وقت الهيئة الولادة يعني الطفل لما أو البنت لما بتتولد بيبقى عندها عدد كبير جدا من البوايدات حوالي اثنين مليون بوايدة بيعودوا يقلوا بالتدريج عند سن البلغ بيوصلوا لربعمائة ألف بوايدة بتبتدي تقلوا كل شهر تقريبا ألف بوايدة بيختفوا وبالتالي على سن انقطاع الهيئة الدورة اللي هو عادة سن الخمسين بتختفي هذه البوايدات من سن الاربعين لسن الخمسين بيبقى فيه عدد البوايدات قلت جامد قوي وبالتالي ببتدي يحصل فيه تغيرات في نسبة الهرمونات اللي هي بتفرز بكيس الهيئة البوايدة والهرمونات دي الهرمونات اللي هي الانثوية أو الهرمون الاستوجين أساسا وهو المسؤول عن جمال الهيئة المرأة والأنسجة والكولاجين الهرمون المسؤول عن جمال المرأة بيبدأ في التناقص الواضح من الاربعين للخمسين بالزبط يعني بالصورة سريعة شوية ويبتدي يقل فيها مخزون بوايدات وبالتالي بيقل فيها نسبة إفراز هرمون اللي هي الاستروجين إلى أن تختفي تماما عند سن الخمسين ده المتوسط لها عمر اللي هي السيدة يعني إيه؟ يعني المسؤول عن جمالها؟ يعني هو هيجرالها؟ يعني فيه واحدة مثلا تبقى حلوة مثلا فتبتدي تقوحش من الاربعين للخمسين؟ لا هي بتبقى مسؤولة عن أنسجة معينة يعني مثلا الكولاجين وده يمكن في التجميل هتبقى واضحة عند دوم أكتر الكولاجين بيقل جامد جدا مع ناقص هرمون الأستر فالأنسجة يمكن يبتدي يظهر فيها اختلاف اللي هي في شكلها طب هي جسمانيا صحيا من الاربعين للخمسين بيبتدي يتغير فيها ايه؟ ففي حاجات طبعا ولها علاقة برضو بهرمونات اللي هي الاستروجين يعني مثلا عضم اللي هي السيدة عضم؟ العظام طبعا عشاشة مش مباشرة بيبتدي يحصل ضعف أو نقص فيه نسبة اللي هي الكالسيوم أو الماس بتاعتليها العضم في الجسم ابتداء من سن 35 بالتدريج بتيتقل وعند تقل أكتر من سن الاربعين للخمسين ولما يقل هرمون الاستروجين إذا حصل لها انقطاع مبكر لها الدورة بيحصل نقصان تقريبا حوالي واحد لاثنين في المية من وزن العضم كل سنة فبالتالي بيحصل ضعف العضم وممكن يدخله فيها شاشة خاصة إذا حصل أن هي انقطاع مبكر للدورة أو الهرمونات اللي دي أحد لها الحاجات اللي هي المهمة جدا أن السيدة لما توصل سن الاربعين دي أحد الحاجات اللي لازم تاخد بالها منها وإزاي تحضر نفسها للفترة القادمة ونمنع كبريفنشن المشاكل اللي هي بتاعت وقاية اللي هي العضم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر